أدى رئيس أعضاء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية في العاصمة عدن أمام أعضاء من مجلس النواب والبرلمان ورؤساء مجلس الوزراء والشورى والقضاء الأعلى واللجنة العليا للانتخابات ولجنة الشؤون العسكرية وأدى رئيس أعضاء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية في أول جلسة يعقدها مجلس البرلمان في العاصمة عدن منذ سبعة أعوام وحضر أداء اليمين الدستورية عدد من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمتهم سفيرية السعودية والإمارات وسفراء الاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن السيد هانس ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن السيد ليندر كينغ وكذا ممثلوا القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهة هذا هو من المتوقع أن يعقب ذلك المصادقة على حكومة المناصفة وبدأ أعمال هيئات ومؤسسات الدولة من العاصمة عدن ترجمة نانسي قنقر